مفهوم الحشمة في الكتاب المقدس دي مهمة جدا اللي هو مصدرنا الأساسي بنستقي منه طبعا كل حياتنا الروحية الحقيقة سؤال جميل وده فعلا مرجعنا وده يفكرنا بالكلمة أو الآية اللي قالها معلمنا القديس بوليس الرسول في رسالته لتلميذة مساوس الأسقف رسالة الأولى ونفكر فيها الحقيقة جميلة بيقول وكذلك أن النساء يزين ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل لا بدفائر أو ذهب أو لقالق أو ملابس كثيرة السمن بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله بأعمال صالح يعني في توجيه واضح لفكرة الحشمة والحشمة دي مبنية على أنه في علاقة وطيدة بيني وبين ربنا ما ينفعلش أن يبقى فيه علاقة بيني وبين ربنا ويبقى الحشمة دي يوقع مني لأن الاتنين بيكملوا بعض طيب لو هنتكلم عن بصورة عملية أكتر أضرار عدم الحشمة يعني البنت اللي لابسة لا يليك مش هنقول أي مصطلح تاني لكن لبس لا يليك الأضرار ده عليها هي شخصيا إيه؟ حقيقة يعني هي أضرار كتيرة أول حاجة الحقيقة إحنا بننسى إن إحنا هيكل لربنا فبنوسيء لهيكل الله يعني معلمنا بوليس الرسول بيقول أنتم هيكل الله وروح الله إيه؟ ساكن فيكم فيبقى أول ضرر إن أنا بخبط في الهيكل بتاع ربنا سامحيني ما بحترمش هيكل ربنا اللي هو جسدي ثاني ضرر الحقيقة عدم احترام لوجود الملايكة والقدسين اللي حوالينا إحنا مش عايشين لوحدين إحنا حوالينا ملايكة والقدسين دي نقطة مهمة جدا يا جون أقولك أكتر من كده بقى جوة البيت جوة البيت لبسنا الشكل وإيه؟ ساعات جوة البيت بيبقى فيه لبس برضو مش مناسب أنا قاعدة في بيت أنا بحريتي هترد تقول كده بحريتي دي أنت ناسي أن فيه قدسين حواليك فيه ملايكة حواليك بحيبا بالتالي احترام هيكل ربنا نمرتنين الملايكة والقدسين اللي حوالينا حاجة كمان عصرة الناس المحيطين ودي نقطة هيا لها تفاصيل كتيرة إحنا يمكن تكلمنا خدنا لمحة كده إنه الأم اللي بتعثر بناتها بلبسها ما دي عصرة طب وبتبقى قدوة سيئة والأصعب زي ما كنا بنقول إن هي بتحفز بناتها أن يلبسوا لبسي مش مناسب أكتر من كده يعني بتخرج البنت من بيتها طيب حتى لو معها عربية من باب العمارة للعربية من باب العربية للكنيسة وطبعا الكنيسة بقى هنا رايحين إكليل العروسة لسه ما جاتش إحنا وقفين على الرصيف صحيح أو في قدسات العيد زي ما كنتش بتقولي في الأول الحقيقة القدس جوه وفي يعني أمن لا 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 في مجتمع بره وقفين يعيضوا على بعض أو بلبس غير مناسب صحيح فييجي بقى المرور في الشارع الناس اللي يعديين يعني والأمن والعساكر اللي وقفين حراسة وكله بقى بيتفرق لدرجة سمعت في مرة أنه الشباب لو ما مش تبع الكنيسة يعني تعالى بقى إحنا النهاردة هنروح نتفرق يعني صعب أوزي بقى وضع صعب جدا وبقى معثر جدا ونسينا الآية اللي قالها الكتاب المقدس ويل لمن تأتي بوسطه العثارات يعني ساعات في بعض بنات كده سامحيني برضو متجرئين زيادة تقولك هو يبص ليه الحقيقة لا أنت مسؤولة عن الخطيئة دي دي عطرة أنت سبب فيها أكتر من كده لو بقى من جوه جوه الكنيسة بمعنى الخدمة في قصة كده حصلت حصلت في كنيسة من الكنيس ترجمة نانسي قنقر